سيئة الخير. الفيديو الثالث من السلسلة اللي بنكلم فيها عن الجزء الصفر سواء في الانيمي او في المانجا. وكننا وقفنا عند الشابتر السابع والحلقة التانية في الانيمي. الشابتر السابع في المانجا طبعا. بحاول امشي الاتنين مع بعض الانيمي والمانجا في نفس الوقت. لغاية دلوقتي من تمانية شابترز موجودين في المانجا. في حلقتين بس هتعملوا. الباقي كلهم ما تعملوش حلقات اصلا لحاجات كتير منها العنف المبالغ فيه مع ان برضو الانيمي في عنف بس اقل شوية من المانجا. يعني لما شفت الانيمي او مرة استغربت قولت ايه ده طلع المانجا انيال بكتير. يلا بينا نبتدي. والشابتر ده بيبتدي بانهما راحوا يشوفوا جازمة ايه ده الجازمة دي حلو قوي. فلقوا راجل وايف قال له ايه ده انت صاحب المحل الجازمة دي بكام? قال له لأ الجازمة دي مش للبيع الجازمة دي نادرة جدا ان حد يلاقيها. معرفش ليه شركة اه جزم مسلا او كوتشيهات تعمل كوتشي ما بيتبعش عشان نادر. بس يعني ما علينا. ما جاتش على دي. مهمة قال له دي جزم نادرة جدا. الجازمة دي اصلا في حد قتل حد عشان ياخد الجازمة دي. فقالوا له يا سلام ماشي. مهمة قال له لو انت عايز تاخد الجازمة انا ممكن اللعبك لعبة. قال له العقرب ده عقرب حقيه انا هحطولك في الجازمة. لو عارفت ادخل رجلك وتلبس الجازمة والعرب جواها هتكسب. فجوي خاف كده شوية وبعد رح حط رجل في الجازمة ولبسها. التاني قال له برافو عليك انت اكسب. انا محطيتش عارف طبعا انا مش بوز الجازمة. الجازمة دي بمئة الف يعني يعني حوية اممائة دولار كده. فانا هديها لك بنص التمن بس خلي بيالك ما تلبسهاش اه في المدينة عشان ده خطر عليك قوي. يعني نصاب ايه نصاب اه جميل بصراحة. والتاني برضو ايه? قل المهم جوي لمس الجازمة ومبسوط وفرحان. وعمل بقى يتنطط بيها. ففيه ناس شافو لبس الجازمة ففعلا جم ضربوه وفضلوا يضربوهم كلهم لغاية ما اخدوا الجازمة ومشيو. جوي وتريستن قرروا انهم هينتقموا منهم. في يوجي قال هروح معاكم لو مش هيدايقكم. بس هيعد ساكت يعني المهم. اه جوي وتريستن مشوا لغاية ما لقوهم. واول ملقوهم جوي يمسكهم ضربهم عجنهم يعني بهدلهم بهدلة جمزة جدا. قال لهم بسببكو انا شرابي خرم زي ما انتم شايفين. وفضل يضرب فيهم. فالراجل بعد ما اتضرب شوية قال له ده مش هيدا ده صاحب المحل بيأجرنا وبيدي لكل واحد فينا تلات تلاف ين عشان يروح يجيب الكوتشي ده من الراجل اللي لابسه. فواضح بقى خلاص التريكت بانت. الراجل بيبيع الكوتشي ويرجع يسرقه تاني ويبطل يعمل نفس الحركة. مين اللي راح للراجل؟ يوجي. بس يامي يوجي بقى. راح له يوجي. قال له هاتي الكوتشي بتاع صاحبي يا نصاب يا حرامي. فالراجل بص كده قال انا ما ينفعش اخل الراجل وده من المحل بعد ما عارف سريع انا هقتله. صاحب محل الجزم قرر ان هو يقتل الطفل ده عشان عارف ان هو بيسرق الجزمة. ممكن يكون ده سلوهم كده في اليابان يعني ده طبعهم يعني. فرح حط له العقرب جوه الجزمة وقال له خد الجزمة بتاعتك. على الاساس ان هو هيجي مسك الجزمة يقوم العقرب ارسو. فرح يوجي مدي ايده وبدل ما ياخد الجزمة راح سب شوية كوينز كده وقال له مش انت بتلعب معي انا هلعب معي. طبعا بقى هو راح للكينج اوف جيمز بقى. فقال انا هسيل لك عشرة كوينز موجودين في الجزمة. احنا بالدور كده هنيجي كل واحد ياخد كوين. اللي هيجيب كوينز اكتر من غير ما العقرب يقتله. خلاص ده اللي هيكسب. واللي هيجي تقتل خلاص ده مات. او طبعا اللي هيكسب مش عارف هيحصل فيه ايه لسه هنعرف بقى اللي هيعمله فيه. يعني هو الافضل له يموت بيتها يعني احسن لو عارب يقروسه ان اللي هيحصل فيه بعد كده. فالرجل قال له انا موافق بس لو انا اكتبت هاخد منك ميت الف ين. يعني بقى هو كده صائع وكده. تاني قال له ماشي من عنها الاتنين يا حبيبي. تلاش. انت عايز ميت الف ين? انا هديك ميت الف ين على كل كوين. ما عرفش مع الفلوس دي كل يوم نين. بس ما علينا. بس لو انا اكتبت هناخد بس السنيكرز التاني هاخد الكوتشي تاني هرجعه لصاحبي. بس كده. المهم اتفق ويلعبه فيجي اول واحد دخل يده وطلع كوين فعلا. فالكوين تمام. فهيجي كده كان آآ الان واضح ان هو ما بيغشش برضا جماعة مش عارف. اللي يخليه يلعب لعبة زي دي لو هو مش ضمن ان هو هيكسب. يعني انا انا مش قادر فهمه بس ما علينا. طلع كوين وخلاص قال له انا كده دوري خلص. المهم الراجل قال بقى انا مش هينفعني الكلام ده. انا لازم لاقي خطة اكسب بيها. فسأل يوجي قال له هو انا طالما دخلت ايدي في الجزمة وطلعت الكوينز كده تمام. ما عنديش مشكلة. في يوجي قال له اه تمام ما عنديش مشكلة. فراح قال له اوكي وراح مطلع خنجر وراح ضرب الجزمة. على اساس نواي موت العقرب بقى وراح مدخل ايده عشان ياخد الكوينز. الراجل بقى دخل ايده وياخد الكوينز فهمسكهم كلهم في ايده فقبضيته بقت مليانة كده. مش عارف يخرجها. قال ايدي انا مش عارف خرجها. قال له طب وياتر بقى الاسكوربيون مات اصلا العقرب مات. لان العقرب ما ماتش. ما جابش فيه سكينة. طبعا ايه اللي حصل? العقرب قرص الراجل وقتلو. مش دي المشكلة. المشكلة انه نهاية القصة السعيدة ان بعد ما الراجل مات يوجي طلع ايده من الجزمة وراح ادخل جوي وقال له خلاص كده انت اكسبته دي كانت النهاية السعيدة بتاعة القصة. انا مش عارف يا جماعة الانيمي ده فعلا لو كان نزل ما اعتقدش كانت نتعمل له اجزاء تانية. بس يعني ده مش موضوعنا خلاص. المهم ان دي كانت النهاية السعيدة وشوي متأثر قوي اللي انت جبتلي الكوتشي بتاعي وفرحان قويه تمام. فبس دي كانت القصة او ده كان الشابتر ده. نكامل بقى للشابتر التاسع اللي هو مهم جدا. لان الشابتر ده بعد كده هيتاخد منه جزء من الحلقة ويتحط في سيزن ون. كل اللي فات ده مش هنشوفه ولا هنسمع عنه في سيزن ون. من اول هنا هيبتدي المسلسل الحقيقي يتاعمل. طبعا هو لما تعمل مرة تانية بغيره حيات كتير. بس الفكرة بتبتدي من هنا. ان كايبة ظهر. الانيمي والمانجا مش ماشيين مع بعض قوي. هنبتدي الاول بالانيمي. اللي في اول مشهد فيه طفل صغير فيه اتنين كبار بيدربوه. عاديين بيدربوه. بيقول لهم الكارتة ده كان ذكرى نابوية. وبعين كايبة بيزر بيقول لهم انتو لسه ما خلصتوش. يضربوه وياخدوا منه الكارتة ويدول كايبة. يقولوا انت كده اخدت كل الكروت اللي انت عايزها في المدرسة. والكارت ده هو دارك ماجيشن. ودي حاجة غريبة. هو كايبة بيعمل ليه بدارك ماجيشن? ما علينا. كم ياخد الكارتة في ايده. اوكي. ويمشي. نروح بعد كده بقى اليوجي اللي بيبتدي يشرح لعبة دول مانسترز لأول مرة في الانيمي والمانجا. ان في لعبة اسمها دول مانسترز. ما كانوش يعرفوها قبل كده. بيشرح لهم ان فيو حش كتير. بيشرح لهم اللعبة عاملة ازاي. والجزء ده موجود في المانجا بس جد يوجي هو اللي بيشرح. المهم ان في الانيمي بيكملوا ان لسه ما شافوش كايبة. كايبة دخل الفصل بيقولوا ده كايبة فبيبصل بعد ايه ده مش كايبة ابن كايبة كبير اه هو ده. لا ما كان يقعد جنب يوجي. فييوجي قال لي اه تعالي طبعا اتفضل. تعالي اعد هنا. مهم لأ كارته قاع على الارض. فكايبة بيقولو ده الكارت بتاعك. قال له اه ايه ده انت عارف اللعبة دي. كده بقى. قالوا انا بموت في ها. مهم يعني كايبة قال له اه طبعا عارف انا بحب اللعبة دي اوي. وقال له طب ما تيجي اوريك الكوليكشن بتاعت الكروت بتاعتي. فلما صاحب يوجي بقى عارف كده له طب نيجي معاك نيجي معاك يا عم اللي فالليك كده. قال لهم يلا تعالوا كلكم. مش عارف اللي الزوء جدا ان هو يعزمهم على مكان مش بتاعها. بس ما علينا. دخلوا بقى الاصر الكبير ده. لقوا كايبة بيوريهم بتاعته. اللي هي عبارة عن تقريبا كل الكروب. جمع كروب كتيرة جدا. وعاديين يتفرجوا عليها بقى ومبهرين ومبسوطين قوي. مع راش هو لي معلوم على الحيطة بس. براحته يعني. هو كايبة يعني مع فروس كتير يعمل له عايزة. وهم بقى هم بيتفرجوا جات البنت اللي احنا مش عارفين هي يمين دي. وقادة تتميز بقى عليه كده ايه ده كايبة انت عندك اميوزمنت فارك ما تقول لنا عليها شوية. فتريستان واضح ان هو معجب بيها. فبيقول لها معي تزاكرة اللي هانا احجز لك. فالتاني بقى طبعا متعصب ومتدايق. ما عارفش ايه علاقة ده بحداث القصة بس يعني برضو لازم بيبقى فيها تويست كده. هنا بقى بانت خطة كايبة الشريرة لانو سأل يوجي وانت اكيد يا يوجي عندك كروت مميزة مش كده. عمل له كده. فقال له له والله انا ما عنديش ايه حاجة خالص. فراحة تايا كده هاتلو ايه ده? هو مش جندك عنده كارت. فبان بقى النظر الشريرة عكا بقال له كارت. كده ووصله كده بصها شريرة. انا عايز اشوفه كده بنفس الشر ده. هنا بقى نقف. هنرجع للمنجا لان الاحداث بقى من هنا هتبتدي تمشي مع بعض. ان جدي يوجي واقف في المحل بتاعه ومعا الكارت وكايبة بيخش وبيتكلموا عن الكارت بتاع جدي يوجي اللي هو طبعا بلو ايز وايد دراجن. اللي حصل في المنجا ان جدي يوجي كان بيوريهم الكارت وكايبة دخل بالصدفة. اللي حصل في الانيمي ان هم بقوا صحابه وتعرف عليهم وقال له له احنا عندنا الكارت. طيب يلا انا راح نتفرج عليه. هو ده الفرق اللي بينهم يعني. هنا جدي يوجي بيشرح حاجة ما جاتش في الانيمي التاني ان الكارت ده ليه نادر او ايه. قال ان هو عشان قوي جدا بعد ما بدأ يتعامل ما بقاش بيتطبع بعد. فهو ملحقش ييتطبع. عشان كده النسخة دي نادرة جدا. في المنجا كايبة كان بيفكر بيقول الكارت ده قوي جدا لو معايا انا هكسب على طول. في الانيمي على طول راح له في الحالتين يعني فتح له شنطة كروت وقال له انا ممكن ابدل معك الكارت ده مقابل كل الكروت اللي موجودة في الشنطة دي. طبعا جدي يوجي بيرفض زي الانيمي الجديد زي الانيمي القديم زي المنجا زي كل حاجة. بيرفض ويقول له لا. او يقول له ان الكارت ده هو مش محتفظ بيه بس عشان كارت رير. هو محتفظ بيه عشان صاحبه ادهوله في امريكا. وان دي زكرة حلوة جدا معتزة بيه. وبرضو خلص المشهد لان كايبة قال له ماشي وماشي من غير ما يقول له اي حاجة. في المنجا بيقول له هو مع حق ما هدش يبدل الكارت ده مقابل كلها حتى. هو عارف قيمة الكارت بتاعه كويس. وفي الانيمي ماشي وقال. بلو ايز وايين دراجون. بعد كده بيبدأوا ان هم في المدرسة بيلعبوا مع بعض بقى الكارت جيم ومبسوطين. وبعدين كايبة ييجي اقول له ايه ده يوجي? انت بالصدفة معكش الكارت بتاع جدك تاني. قال له انت عرفت منين? ده انا كنت فعلا خليته يسلفوني كده بالصوت. فقال له طب ممكن اتفرج عليه. قال له خده اتفرج عليه عم. المهم عادي اتفرج عليه شوية. وبعدين راح مبدلوا كده بخباسة بين الكرت ده وكارت تاني وطلعهم الالبوم بتاع الصور. طبعوا كده. اللي هو في اي مطبعة كده راح طبع كارت. وراح اداله الكارت المطبوعة. كي بده مسهل برضه. المهم راح اداله الكارت المطبوع وقال له خلاص يا عم اتفرجت عليه شكرا. قال له تاني تعيش متشكرين بس وراح وميشي وكده. كده بقى ايه يوجي يتقرطص. الاحداث من هنا بقى بتاخد منحنة تاني. في الانيمي زودوا بس مشهد عن المانجا ان جوي وتريستن راحوا لكايبا قالوا له احنا اخدنا بقى لنا انك بدلت الكارت احسن لك. قال له مصدوخه ان انا حرامي. انتم بتسرقوني. جوي جاي يضربه وراح البادي جارد وتع كايبا ضربوه وجابوه على الارض. جي يوجي قال له انا عارف ان ان انت بدلت الكروت وده بقى اللي حصل في المانجا. نفس الاحداث من هنا بتبتدي تطلاقة تاني. بتحصل نفس الحاجة. قال انا عارف انت بدلت الكارت بس افتكرتك ان انت يعني اتفكر تاني وترجعه. ويوجي في المانجا قال له انا محبيتش هيحرجك قدام الناس بس انا عايزة ترجع لي كارت. موام كايبا قال له انت قصدك اي انا مش حرامي انا مش حرامي وراح ضربه وقعه على الارض. طبعا لما ضربه وقعه على الارض راح يوجي بقى كبير جه. هنا برضو مطلعين كايبا شرير يعني بيدرب العائلة الصغيرة وبيبهدلهم. هو برضو هناك انتي هيرو. يعني هو في يوجي العادي انتي هيرو مش شرير. بس هو هنا طالع بقى شرير. ويوجي طالع شرير. هما كلهم طالعين اشرار. مش فاهم بيه ده. ما علينا. مواما خلاص دلوقتي احنا الانيمي المانجا ماشيين مع بعض. يوجي اتحول وبقى يامي يوجي. هنا بس كومنت مهم يعني ارجو ان يوجي ما يقتلش كايبا لان كايبا هيكمل. انا مش عارف هو هيكمل ازاي لو قاتله دلوقتي بس هو يوجي دايما عنيف في المواقف دي. هو ممكن يغير لون شعره لان هو لون شعر اخضر. يعني ممكن يكون ده العقاب لان هو لون شعر كايبا بيبقى اهدى شوية. معرفش اللون لاخضر اللي هم حطينه ده. بس هنشوف دلوقتي اللي يحصل. المهم اتحول لي يوجي. انا ده له قال له كايبا قال له ايه ده? يوجي انت عملت كده ليه? شكلك تسترجل كده بقيت راجل المالك يلا في ايه? المهم يعني قال له احنا هنلعب. مش انت بتحب اللعب يقال له نلعب. يلا انا اصلا يا ابني بطل في اللعبة. عايز تلاعبني ازاي يعني. قال له مع اللعبة دي بس مختلفة شوية. طبعا هو ايه اكيد حطيت له فيها حاجة احنا هنشوف دلوقتي. مهم يوجي قال له كل واحد عدد يبقى الفين نقطة اربعين كرت. واللي نقطه تنزل للصفرة هيخسر. معرفش الغريب في كده. واكيد يقصد حاجة تانية قدامك. بس المهم دي بتاع اللعبة اللي احنا عارفنا. بس ساعتها كان الفين نقطة بدل ثمان تلاف نقطة. برضو شوف الدولار كان بكم ساعتها اكيد الموضوع كان مختلف قوي. بدأوا يلعبوا وراح كيف بسحب كرت حطوا على الارض راح الوحش نفسه طلع. ويمكن بقى ده اللي اداله الالهم بعد كده ان هو يعمل بقى كل اللي عمله في حياته بعد كده. واللي اداله مسار حياته بعد كده كلها ان هو يعمل لوحوش الهولوجرام. ان هو اول ما لقى بكارت شاف الوحش طلع. فقال لي ايه ده يا نهار سوادي اللي انت عملته ده. فقال له هي دي اللاعبة بتاعتنا. عمل له كده. وراح منزله هو كمان وحش. وهجم الوحش ده بيهجمه في ادوار بعضه حاجة يعني بزراميت خالص. نزل هو كمان وحش. وهجم على كايبة في دوره. ونقصه خمسمائة نقطة. والوحش اول ما هجم عليه الكارت اختفق. قال له هو الوحش اللي بيتدمر بيتدمر خالص ما ما يرجعش. فيجي هنا قال له حاجة غريبة. قال له بص احنا بنلعب واللي نقعد حياته هتنزل للصفر هيموت. فقايبة بص له كده قال له يموت. قال له حلو انا مبسوط انا اخيرا في اتشالنج. اقلت نمجانين اساسا كده كده مش مشكلة بس. انا بحب يجي التاني اللي هو العادي بتاعنا. ده الحلو الطيب الغالبان اللي هو كان بيخافي ضحي بوحوشه عشان وحوشه ما تتضيقش. ده بيقتل الناس عادي. المهم قال لكايبة اللي هيخسر هيموت فكايبة قال له احلوة احسن انا بحب الحاجات. ودخلنا بعد كده على الشابتر اللي بعده للشابتر العاشر في المانجا ونقص الحلقة في الانيمي اللي غير دلوقتي. كايبة بعد كده انزل باتل اوكس اللي جمع الف وسبعمائة واقال له ده رير كارت بقى مفيش منه راح معاجم تنين يوجي بقى الف ومتين. دمره ونقص يوجي خمسمائة نقطة. بس ده في في المانجا نقص امتين نقطة بس. انا مش عارف ليه. هنكمل دلوقتي وهتشوف بس. في كان نقص خمسمائة نقطة في المانجا هنقص امتين نقطة بس. بقى ده الف وتمنمية وده الف وخمسمية. هنا بقى شوية في المانجا بدأ يشرح لك يعني ايه هجوم ودفاع في يجي سحب اللي هيدفع الفين وهجوم وتمنمية فقال انا هحطها في الدفاع عشان ما نقصش. فراح كايبة لسبب ما انا لازم اخلي بالي انا حول باتل اوكس للدفاع وحاوله الدفاع عنها. مش فاهم بيعمل ايه بس تمام اكيد ساعتها برضو كانت حركات بقى واستراتيجيات وكده قوية جدا. يوجي بقى جايزها بسحب سكال سيرفنت اللي هو تلتمية وامتين ايه الورقة دي ما تنفعش. هو اصلا ليه حاطتها لو ما مش عايز يلعب بيها مش عارب. بس هو اتفاجئ قوي ان الكارت ده موجود ولا مش عارف اعمل بي حاجة. فكايبة قال له خلصت يا معلم. تماما. تعال لي بقى. ولعب له كارت اسمه جاينت سمايت. اللي هو شبه ميجا مورف كده. بس هنا بيزوده عشرين في المية هجوم ودفاع. فباتل اوكس بقى الفين واربعين. هو انا مش في العادي هقعد اشرح كل الحاجات اللي بتحصل. بس طبعا دي موبارزة استرالينا دي اول ده اول ماتش بين يوجي وكايبة بقى خالص. خالص. اول ماتش ايفر. المهم يوجي قعد يسحب كروت غريبة بقى سحب مشروب من. مشروب من ابو ثمانمية ليه? ليه حد يحط كارت مشروب من ديك عنده? ليه? فضل كايبة يدمر له كروت. ولغاية ما يوجي بقى سحب الكارت. اللي هو ايه? لا مش لسه. هو سحب اللي هو الفين وخمسمائة بقى نهاريس كل وحوش بقى الف وسبعمائة ولما التاني بقى الفين واربعين كانوا خلاص بيعياته. سحب اللي هو الفين وخمسمائة نقطة. المهم سامن سكال قاعد يدمر كل وحوش كايبة. كل بقى ما يسحب كارت يدمره ويسحب كارت وتاريما كانوش بيهاجموا على النقطة الاسية وقتها لسه. مهمة بقى كايبة بكل بقى مكر وخبص بقى قالا كان عندي الكارت اللي هاكسب به رح مد ايده في جيبه بالراحة من غير ما حد ياخد باله وحطت الكارت تحت ايده كده وراح سحب بقى عشان يسحب بلو ايز وايد دراجن. سحب بقى بلو ايز وايد دراجن وراح منزله على الارض وقال له خلاص انت دورك كده انتهى يا يوجي انت هتخسر. جاي بيقول له بلو ايز وايد دراجن فما هاجمش. عادي. في يوجي بصره كده بحكمة وقال له انت عارف هو ليه ما هاجمش عليك? فالتاني يبقى قال له ليه ما هاجمش عليك? قال له لان انت قلبك مش موجود في الكارت ده. الكارت ده روح جدي هي اللي موجودة جواه والكارت اختفى من على الارض. اولا كان هيخسار تاريبان في عمل حركة دي عشان ما يخسرش. يعني قالك بدلا مخسر بقى. ايه اشيل الكارت ده ويجي بعدها لعب. فطبعا كايبا قال له انت جيبت الكارت ده من ايه? المهم ما عامل ريزريكت وجاب بلو ايز وايد دراجن. هنا بقى في نهايتين. اول نهاية موجودة في الانيمي ان كايبا لعاب الوحشة كده غريب مش عارف نعمل ايه? دمر الارض. فبيقول له لو الارض اتدمرت يبقى احنا تعادل. وبعدين اختفى. لا. بالطريقة دي. او قال له خلاص كده. انا احنا تعادل. اشوف اكتيني. في المانجا هو اجاب له وهاجم عليه وكسبه. واول ما كسبه راح ابسه في كارت. وبعدين خليه يشوف نفسه وسط وحوش. وبعدين يجي قال له ان كل ده بقى ده هيبقى نايت مير. انت هتحس بس الوحوش بتحس بايه? هتحس بقى هما بيحسوا بايه المفروض? بس بعكرة هتصحى هتلاقيه كان نايت مير كان كابوس. مش اكتر من كده. النايتين غراب جدا. ان هيتين اغرب من بعض. اولا ان هو اختفى ازاي? قايبة في الانيميو وفي المانجا هو ايه ايه ده? ايه ده? معلين. المهم ان الحلقة خلصت على كده وان ده كمان خلص على كده في المانجا. فده كان الجزء التالت. الجزء الرابع بقى نكمل بقى الحلقات. بيتهيقني الحلقات هتبقى اسرع شوية. فده كان الفيديو. يا ريت لو عجبك تعمل لايك وشير وفيسبوك ويوتيوب والحاجات دي كلها. بس وهشوفكم في الفيديو كي. شكرا جدن. اشتركوا في القناة